خليني أخدك ونروح على جلسة مجلس النواب أو الجلسة العامة لمجلس النواب المصري النهاردة واللي حصل فيها موافقة على قانون تيسيرات المصريين بالخارج خلونا ناخد معنا على التليفون سيدة النائب عمر درويش عضو مجلس النواب أهلاً 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 عمر معنا على التليفون سيدة النائب عمر درويش عضو مجلس النواب وصديقي العزيز ازاك يا عمر؟ مساء الخير مساء الخير يا سبب النائم عمل ايه اخبارك ايه؟ والله بخير الحمد لله حدثنا عن جلسة يمكن كانت زي ما قولك كده جلسة حامية النهاردة جلسة عامة في مجلس النواب اصفرت في النهاية خالص عن موافقة مجلس النواب المصري على القانون الجديد المتعلق به او مد يعني الفترة بتاعت قانون تيسيرات سيارات المصريين في الخارج ده صحيح جلسة كانت هامة النهاردة فيما يخص يعني مشروع القانون الخاص بي مزيد من التيسيرات على المصريين في الخارج بس خالي نتفق على شيء ان التيسيرات دي حق من حقوق المصريين في الخارج يعني انك انت تعمل تيسير عشان خاطر المصريين يعرفوا انهم يعني يستجلبوا سيارات من الخارج ده كان شيء ايجابي صحيح كان في ملاحظاتها عجدة جدا على مشروع القانون خصوصا ان المشروع ده يعني طبق لفترة واعيد مرة اخرى للمراجعة لكن خلينا نقول ان اصلا الهدف من هذا المشروع ده ما قلتك انه حق للمصريين لكنه دعم ايضا لإقصاد المصري وتوفير العملة الصعبة احدش يقدر يعني لا يرى بعين البطيرة ان طبعا عن دينات الحد الإقصادي مهم جدا خاصة بتوفير العملة الصعبة وعوضا عن مسألة الدعوة لجموع المصريين في الخارج وجموع المصريين من يمتلكوا يعني عملات اجنبية بوضعها في البنوك فكانت رؤية القادة السياسية ان يبقى فيه تيسير في هذه المسألة اللي جال بالسيارات انا قلت الحقيقة بلاد يعني مدخلتي نضحها يعني المجتمع المصري حق للمصريين في الخارج لكنه ايضا دعم لإقصاد المصري انا بدعو من خلالك ان يا جماعة لإقصاد المصري بحاجة الى كل مواطن مصري وطني شريف احنا شايفين التحديات اللي قدامنا شايفين الصراعات شايفين الازمات اللي بتمرني بيها مصر ومصر اللي زالت توقفها على قدميها اعتقد انه المشروع ده ادت تيسيرات كتيرة جدا لأهالينا في الخارج يعني عايزين نشوف كده يعني محاولة جادة لدعم الاقتصاد المصري وايضا ان انتوا تستفيدوا من هذا القانون انه يبقى فيه عملة اجنبية تقدر تسند الاقتصاد المصري في التحدي اللي احنا شايفينه دلوقتي طيب ده هيخلين طبعا المناقشات لا لا كمل كمل انا عايز اسمعك طبعا كان فيه انتقادات ده شيء طبيعي لانه في النهاية يعني احنا كنا نتمنى ان القانون في يعني اول ما اقر ان ما يبقاش فيه ملاحظات ما يبقاش فيه اشكاليات لكن برضو انا زيانا بقولك ما فيش ما يمنع ان احنا في التطبيق لو شفنا اي اثر سلبي ان احنا نعالجه انا شايف ان احنا ما عندناش مشكلة خالفة طيب هستأذنك عمرة انا عايز اسألك انا قاعد في البرنامج هنا انا مش نائب انا مزيع فهسألك بقى برحتي بقى كده بوسيدي ربنا يخليك يا رب خليني هسأل انه احنا متفقين انا وانت متفقين اظن الكل يتفق على انه هذا المشروع بقدر ما فيه كثير من التيسيرات للمصريين في الخارج حتى يحصلوا على سيارة بسعر جيد سعر مهاود بالعربي المصري كده الفصيح بقدر ما هو ايضا طبعا يشكل دعم للدولة المصرية ودعم اقتصادها بخصوص مسألة العملة الحرة او العملة الاجنبية لكن بفكر معاد بصوت عالي احنا محتاجين انه يبقى التيسير عام يعني انا بعمل قانون للمصريين في الخارج ما يبقاش فيه ميزة تفضلية للمصريين المقيمين بالاتحاد الاوروبي عن المصريين المقيمين مثلا بالمنطقة العربية دول الخليج وكذا الحال في الامريكتين طيب يعني اللي هيجيب بتوع الاتحاد الاوروبي هيقدروا ان هم هيستفيدوا من تفقية الشراكة المصرية الاوروبية زيرو جمارك اما اللي موجود في الخليج مش هيقدر يستفيد بدا فانا هنا عملت حالة انا اراها كمواطن عادي جدا حالة من عدم التوازن انا عايز المصريين اللي موجودين في الخليج لانه مصري راجع مصر تاني المصري اللي عايش في الامريكتين او عايش في امريكا او عايش في كندا او عايش في نيوزولندا او استراليا غالبا مش هيعمل كده لانه مهاجر صحيح طيب كذلك المصري اللي موجود في أوروبا هيبقى نوعين قليل من المهاجرين أو كثير أيا كان وعدد آخر من المصريين أغلبهم دارسين وباحثين وعلماء فده كده كده راجع ماشي طب الناس اللي في الخليج احنا بتكلم على تقريباً 8 مليون مصري صح أنا متفق معك جداً بالمناسبة لأنك إنتا لما تعمل أفضلية يجب أن تكون عامة لأنه ما فيش تفرقها ما بين أي مواطن مصري في أي مكان القانون لا يفرق ما بين المواطنين بالضبط كده ويمكن ده كان برضو مصار حديث النهاردة ومصار مناقشات حدة وجدة في هذه المسألة طبعاً لا أحد يستطيع أنه هو يتجاوز عنه مسألة العدالة أيضاً في هذه المسألة وأعتقد أن ده إن شاء الله حيعالج بشكل أو بآخر بحيث أن يبقى فيه عدالة أيضاً في مسألة التسيسرات لكن أنت ذلك قلت أن عندك اتفاقيات تبادل تجاري وآفات جمهوركية يعني بتبقى خضع لي الاتفاقيات الدولية الأبرمة التي أبرمت مش بس من النهاردة تهي دي تم إبرامها من فترة طويلة لكن العدالة تقتبي أنه يكون الجميع سواسية في هذه التسيسرات وأنا على يقين أن في التطبيق سيبقى فيه تسيسرات وتسيسرات أخرى يعني خلينا نتظر أيضاً اللايحة الخاصة به القانون بحيث أنه قد نتلقف على الملاحظات اللي ممكن نستطيع من خلالها أن يبقى فيه عدالة تامة جداً أيو بالزبط لأنه القانون في إيدي واللايحة التنفيذية في إيدي أنا بقصد أنه طبعاً في إيد مجلس النواب القانون في إيد مجلس النواب واللائحة في إيد الحكومة فإذا المجلس قدر أنه هو يوصلنا إلى أنه إحنا زي ما قبل كده كان العربيات اللي بتيجي من الخليج فبتطبق عليها القيمة الجمهورية كاملة ثم بعد كده المجلس قدر أنه هو يصل مع الحكومة لتسوية أنه أخفض القيمة الجمهورية بـ 70% من أصلها فهتصبح 30% من أصل ما كان يدفع كقيم جمهورية أنا أقدر أشيل كمان 30% دول صحيح صحيح أنا شايف أنه ده ما صار إحنا متجهين إليه لكن ده مش مدعان إحنا نقول أنه يبقى فيه إحجام لا بالعكس لأنه المسألة هنا هتبقى خضعة لمسألة يعني اختفاء الغرض من القانون أنا أتمنى أنه من يستطيع من له القدرة والرغبة في أنه يستفيد من مميزات القانون بالشكل الحالي يستفيد بيها صح الرؤية المستقبلية في إيدينا برضو في إيدي البرلمان والدولة يعني نقدر إحنا نشوف في مسألة استفاء الاحتياجات بالنسبة لنا وفي نفس الوقت أنك إنت تكون حقاقة العدالة ما بين كل المصريين المقيمين في الخارج سواء كانوا في دول الخليج أو في الدول الأوروبية أو أيضا في أي دول أخر إذن فهي ما بين الاستفادة المباشرة للمصريين في الخارج وما بين الواجب الوطني اللي يقدر المصريين في الخارج أنه هم يقوموا به تجاه اقتصاد بلدهم طيب أنت حالك برضو قلت جملة في منتجة الأهمية لو تسمحني أعقب عليه أرجوك إحنا لما بنتكلم في مسألة استفاء يعني احتياجات الدولة المصرية في ظل التحديات اللي إحنا بنشوفها ده مش معناه استنزاف مواد المصريين في الخارج خاص ولا مسألة ممارسة ضغوط معينة عليهم عشان خاطر يبقى فيه توفير للعملات اللي إحنا محتاجين لها يا جماعة مصر بتمر بظروف الجميع يعلمها مش بس فيه تحدي اقتصادي التحدي السياسي اللي إحنا بنمر بيه دلوقتي وطبعا حضرتك موجود معنا في المجلس وإعلامي قدير الله يخليك العفو والتحديات كبيرة جدا أنا مش عايز أقول إن إحنا لسنا فيه حاجة إلى قوانين للتيسير عشان يبقى فيه توفير للعمل صح إحنا محتاجين كل مصر يستشعر قيمة التحدي اللي إحنا موجودين فيه دلوقتي عشان يقدر يساند الدول ما فيش ما يمنع أنا قلت في حديثي إن ده حق للمصريين في الخارج إن هما يكون لهم تيسيرات وتسهيلات عشان خاطر يستجلبوا السيارات اللي هما عايزينها بأقل تكلفة ممكنة لكن ده في هذا الجانب في جانب وطني آخر في مسألة توفير العملة الصعبة إحنا في حالة حرب وشايفين حدودنا صحيح وشايفين الصراع وشايفين القضايا الفلسطينية ده لازم نقوله معاك 100% نقوله بمنطقة الصراحة بمنطقة الوضوح بمنطقة العلانية ده واجب وطني هو باختيارك بس هو واجب وطني تجاه بلدك تجاه اقتصاد بلدك دعماً لاقتصاد بلدك وفي النهاية هي الفلوس راجعلك تاني يعني الفلوس اللي بتتحط دي في البنك في الآخر خالص هي راجعلك تاني ما مش متاخدة لا ما هي راجعة القانون بيقول كده بالمناسبة على كلهن أنا أشكر جداً 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 أشكرك سات النائب عمر درويش عضو مجلس النواب أضم صوتي لصوتك بقدر ما هو تيسيراً للمصريين في الخارج للحصول على فرصة رائعة بأنه يجيب عربية عملياً هتقف بنص تمنها المتعرف عليه في مصر ده وش كده يعني بجانب إلى الهدف اللي أدي نراه جميعاً هو الهدف الأسماء مصر